مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مسيرته السياسية بعد الثورة كانت متنوعة بين عالم الأعمال والرياضة والسياسة وكان رجل أعمال وقيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي ونائب مجلس الوطني تأسيسي سنة 2011 ثم استقال من حزبه وأسس حزب التحالف الديمقراطي ليستقيل بعد فترة ويصبح نائب مستقل بمجلس نواب الشعب التحق مهدي بن غربية بحكومة الوحدة الوطنية منذ قوة 2016 وكان هناك عديد الاحترازات على تعيينه في منصب وزير حقوق الإنسان وتم تحميله مسؤولية التدخل في الشأن الداخلي للهيئات الدستورية جينا قلنا لهيئات هذه اللي عندها جزء مساحة السلطة التنفيذية لابد أن نعملها قانون يعني هي فرد فلسفة لما نعملها قانون عام يبين خصائص هجت في باب واحد في الدستور يحط الأركان القرنية متاحة يأكل استقلالتها الإدارية والمالية ويحط يبني منها البنية وبعد نعمل قوانين تختص بمجال عمل كل هذه تعرف مهدي بن غربية لعديد الاتهامات بالفساد من أطراف سياسية وأيضا من الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كثير بوعلاج اللي اتهم الوزير بشبهات فساد متعلق به ودعاها إلى الاستقالة من مصبو وهذا ما يتناقض مع حرب الحكومة على الفساد كما دارت حرب كلامية واتهامات متبادلة بين مهدي بن غربية ويسين إبراهيم حول ملف بنك لازار وحول ملفات فساد اتهم بها يسين إبراهيم الوزير مهدي بن غربية نعبر على أسف أن رئيس حزب في الاتلاف الحكم في حكومة الوحدة الوطنية يقوم بالتصريحات هذه والتحملة التشكيك هذه في الحرب حكومة الوحدة الوطنية وحرب اللي أعلنها رئيس الحكومة يسوف الشاهد على الفساد نحب أقول أنه هذا ليس متوجه الشخصي فقط ولكن متوجه الشخصي المتواضع لما كان لما أخذيت حتى عناء الإجابة هذا متوجه الحرب على الفساد حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الحكومة وهذا شيء نقدره أنه في غير محله بالنسبة لشخصي المتواضع نحب نأكد لكم أنه كل مقاله سياسي إبراهيم هو افترا تولد مهدي من غربية في بنزرد في 19 جوان 75 وتحصل سنة 92 على شهادة البكالوريا شعبة رياضيات ليلتحق بكلية الطب بتونس لكن وقتع عن الدراسة بعد ثلاث سنوات إثر إيقافه لأسباب سياسية في 94 أسس في الفترة المتدة بين 2001 و2011 عديد الشركات وشارك في إدارتها حتى سنة 2001 وشركة هذه تعمل في مجال النقل الجوي في تونس وفرنسا وتركيا كما تعمل في مجال كراءة طائرات الشحن والخدمات اللوجستية ووكالة الأصفار ووكالة كراءة السيارات وشركة التسويق الرقمي وشركات في مجال التسويق العقاري والتعليم عن بعد وفي مجال الطيران متهم مهدي بن غربية بتحيل شركة الليملكها على شركة الخطوط التونسية لكنه نفعل أمر عديد المرات في السياسة ماسيرت انطلقت في 87 عندما انتماء إلى حركة النهضة وقضى أربع سنوات ناشط في الحركة التلمذية ليغادرها سنة 91 وتحكم عليه بالسجن في 94 لمدة 7 سنوات وتسعة أشهر قضى منها 5 سنوات ونصف وكان مهدي بن غربية نائب مثير للجدل في مجلس النواب وينقدموا بادرة تشريعية تتعلق بالمساواة في الميراث بين الإناث والذكور منذ سنة 2016 أحنا عملنا اقتراح يترك النظام الحالي للميراث كل ما أحكي من الميراث الموجودة بالحوالي الشخصية وكل نظام الميراث الحالي فقط يجيخ يعطي إمكانية اختيارية أن نظام الميراث هذا لا بد أن يتم اختياره أو على الأقل يكون الورفاء متفقين عليه وهو أيضا من الشخصية السياسية المهتمة بمظهرها الخارجي وظهور الإعلامي في أفضل صورة في مجال الرياضة ما نجمش يبعد مهدي بن غربية عن فريقه النادي رياضي البنزرتي وينشغال لمنصب رئيس النادي رياضي البنزرتي منذ 2011 إلى غاية 2016 واليوم يعتبر مهدي بن غربية من أبرز وزراء حكومة الوحدة الوطنية ومن على صرها الأساسية لساهمه في صنع خط يصف الشاهد السياسي في الحكومة وأكد عديد المرات أن الحكومة تعمل على مراجعة منظومة القوانين القادمة التي تتعارض مع دستورة 2014 فهل ينجح مهدي بن غربية في إتمام مهمته في مجال حقوق الإنسان وتركيز الهيئات الدستورية؟ مهدي بن غربية مرحبا بك سيد الوزير تهانينا بالسنة الجديدة عاش بك البورتري نعم مرسي بكو عاش قلت عرضت في حب اللوك بتاع وبونت كوميوكاشيون فيها اللوك على فكرة إحنا اسمها زوم رجوع لأحداث وقت الجمعة دي فاتت جنجل زوم ومبعد من اللو مبعد رجوع لأحداث وصول رئيس رجب طيب أيردوغان من رئيس التركي إلى تونس وقت اللي جاء جمعة اللي فاتت وقت اللي حضر ما كانش موجود رئيس جمهورية ما كانش موجود رئيس حكومة مشال وزير الخليجية البعض سئلوا وقالوا عليش وبعض قالوا ليه ما هيش ديار الدولة ورجام التشادي ذري حاصب لايك عليش ما كانش لأنه ثم المعاملة بالمثل وثم تساوي السياق والأجلاء دي ماجين كامل رئيس بجرقات سبسي يمشي لتركيا يستقلوا يا رئيس يا رئيس حكومة على قل ساول حاجة نحب نشكرك نحبسها في اللول نتمنى لك عام 2018 شاء الله عام مبروك علينا عالتوانسة الكل عام جديد شاء الله يكون خير على بلادنا حاب أقول لأنه كذلك من نجموش اليوم نهاني وبعضنا بعام السنان مغير ما نتفكروا الشهداء بتاع البلاد هذه اللي ماتوا من أجلها في 2017 شهداء الأمن شهداء الحرس معتمد ماتمتة وكذلك مغير ما نتفكروا وكذلك الناس اللي أنا محكي معناها حياتنا ونتخشو ناس سي محمد الطالبي سيتوفيق بكار كل الناس هذية معناها عشنا معها عقود وعشوا معها التوانسة افتقدناهم ورحلوا عنا في 2017 الله ربي يرحمهم الكل وإن شاء الله هيكونوا ديما معناها موجودين في فكرنا وفي ضمائرنا بالنسبة للصورة الصورة نحن نشوف لنا سيخميس الجينيوي وبعدها يترسي بالقسم من قلو الشاب هو مستشاة تيرا شوف أول حالة سعى رئيس تركيا سيد أردوغان كان في تونس هو ضيف مباجئ للتونس وهناها بدعوة من طرف سيدة رئيس الجمهورية بالطبع في زيارة رسمية نعتقد أنه ما قيل حول الاستقبال وكذا هو معناها مبالغ فيه لأنه فما تقاليد بالمسجدية فما زيارات في البروتوكول كل زيارة درجتها زيارة دولة زيارة رسمية غيره كذلك الاستقبال غالبا لما يكون في أوقات معينة معناها يتم بالطبع من طرف المسؤولين الأولين في الدولة ولكن رئيس تركيا اللي هو نحترموه واللي في تونس معناها قبلته بحفاوة جاء معناها في زيارة إفريقية في وقت نعتقد مدأخر من الفجر وكان بالطبع فيه الممثل الرسمي لسيد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ونعتقد أنه معناها سيل بروتوكول ومفهمش ما بحفاوة لايبيرك تقول إنتي كل زيارة لكل مقابل مقال ولكلي فارس ميدان نشوفوا الصورة السارية رئيس إلدوغان مع رئيس الأمريكاني دونالد ترامب شوفنيه خمسة ويدوهابتها كاللوتا وقت استقبل دونالد ترامب أو تلقى به ومبعث شوفوه مع سيادة رئيس الجمهورية الصورة الأخرى مع البيجي قد سبسي عمل رابعة وثمانيس اعتبروا ذلك استفزاز يقولوا معناها مع ترامب عمل خمسة ولابدو وجاء في تونس وثلاثة صحافيين وعمل رابعة وفي بالك أثرت جدل هل حسب رايك سيتان جاست اللي كان ما يلزمش يعملوا؟ بو تعرف لما تستضيف الرئيسات الدول دول معناها علاقات كبيرة بهم في دارك معناها هم ضيوفكم معنا يعني كنا عبتت بميوم يعني أعتقد أن نشوف عنا علاقات مهمة مع تركيا كما عنا علاقات مهمة مع كل الدول العربية أساسا اللي هي معناها عنا معاها مراهب التاريخ والجغرافيا والبصير المشترك نعتقد أنه معناها هذا هو الأمر دي بلماسية تونسية كان دي بلماسية بتاع تعقل بتاع نعرف معناها تاريخ بلادنا مندخلنا في حتى محور منحب نكونوا في حتى محور نعتقد أنه معناها الشعار هذية سواء كان مقصود بيه معناها شعار معناها للدولة تركية أو غيره معناها هو قام بيه رئيس رئيس مع مع يعني تبعان ديك شبان ليك بشوف نجمع دي بلماسية كان ضيف عنا سيد رئيس الجمهوري إذا نعتقد بعض عتات في خطابه معناها إشارات حول كل المساعدة هذه أبقى نعتقد أنه نجمع عن علاقات مهمة مع تركيا كان في زيارة رسمية بدعوة رسمية قام بها وبالطبع نحاول نضم مع علاقات ماذا يبقى السورة الثالثة هي متاع سي عبد الكريم الهاروني رأيش منذ السورة حركت من هذا في استجواب جمع الفتر جريد الصباح في استجواب هذا قال مهم لأنتقل قال في عدد النقات لكن قال نقطة تهمك أنت كوزير في حكومة الوحدة الوطنية أنت طوى وزير مستقل لكن هذه الحكومة حكومة اتلاف بين أحزاب ومنظمات الوطنية والتجم تقول حجار الزاوية منطع هذه الحكومة هما النهضة ثم النداء معناها هذوما الزوز يقول شعب الكريم الهاروني العيش من السورة حركت النهضة في استجواب للطباع حتى نكون وقعين نداء تونس متكون من طيارات مختلفة وأحيانا متناقضة وفي بعض الأحيان مجمعها ليس برنامج من أجل تونس بقدر ما هو التصويت ضد النهضة وعندما وصل النداء للحكم وجد نفسه في مواجهة مشاكل البلاد تبين أنه لا يستطيع الحكم لوحده بل لا يستطيع أن يحكم إلا مع حركة النهضة والجميع يتذكروا أن تشكيل حكومة دون النهضة وهي الحكومة الحمراء سماها كالحكومة الحمراء غلب عليها أدافل لساعدة النداء لم تصمد لأكثر من 24 ساعة اليوم للأسف هناك محاولات للعودة لتجربة الحكومة الحمراء اليوم نعتقد أن قيادة النداء ستوصل في توافق وهذا التوافق ليس تحالفا لأن الشركة بيننا لا تنفي التنفس والحكومة هي حكومة وطنية وليس حكومة نهضة ونداء يعني يقول النداء مجتمعهم بعد اختلفوا عندهم نقبيين واليساريين ومن بعد يقول عملوا حكومة حمراء وثمين من عشر ما هي الحكومة حمراء ومن بعد هذه مش حدش وشجدش لبعو 20 ساعة والنهضة لكن يقول هذا مش تحالف وفي نفس الوقت هي حكومة وطنية شو موقفك انت من تحليل هذي؟ ما هو كلام هتواجهوا متخذ وغير انا حبش انت كان نعلق على لا انت لا لا معناها الشأن الحزبي والكلام اللي تقالوا قيادة الحزيب في مسائلها معناها اللي تتخص هي وتخص علاقاتها بالحزيب الأخرى أهلا في حكومة وحدة وطنية أبقى خلقوا له حاش نداية تونس المحل انتخابات شاية فيه 14 وكان خيار معناها الخيار هو تكوين حكومة وحدة وطنية لأن القناعة هذي متاع انه رو فالظرف هذي حتى حد لقدر يحكم البلاد وحدة هذا معناها كانت قناعة موجودة وعلى ذلك قوله الديمقراطية متاعنا دعم لها بتوقف وهذا المسال الطريق اللي مشيت فيه الحكومة خلصا الطريق اللي مشيت فيه رئيس الجمهورية كيعمل مبادرته جابت التفكير تاج وحكومة الوحدة الوطنية اليوم مش فقط حكومة نهضة هذه حكومة معناها الوحدة الوطنية فيها أحزاب وفيها منظمات برقب معناها المشاكل اللي جانت فيها وهذا يأكد أنه اليوم حاشتنا الوحدة الكبيرة هذي خطر تحديات كبيرة بتاع البلاد ونقوله هذي معناها دواية هدوانساني سبقي بوزيتيف مش سبقي معناها خطر نذكروا أنه معناها حتى منذ بضعة سنوات معناها في أول حكم معناها بعد الانتخابات الأول بعد ثورة كان فيما حكم لي ترفضون أطراف أخرى ورأوا معناها رغم لي كانت عنده شرائعة انتخابية ما قدرش يقدم وعلى أقل معناها وتجاوزوا وعملنا حكومة كفاءات الانتخابات كل يوم نعتقدوا أنه رو روح الوحدة الوطنية ما هيش فقط في المناكفة ووهنا من نجم تحكم كان بيانا وكان بيش يانا بيش تحكم عنضواء دي باسي ساختا من نجموش في مفهوم وحدة وطنية واحنا معناها نمركيو عنك نكتل بعضنا كل وقت بالنسبة في نفس الموضوع أنا السؤال السياسي لديه لك لأنه نصبح حكومة وحدة وطنية وخذلهم منها بعض الأحزاب ومن بعض الأحزاب اللي دخلوا كذلك في تحالف سياسي آخر نشوفنا عشرة أحزاب تدخل الانتخابات البلدية في قائمات موحدة بينهم المشروع والبديل وحتى حزب سياسي المرهيم اللي هو كان في الحكومة وخلاج من الحكومة وخلاج الحزب ومن خلجوش الوزرع متاعه وغيره أشكالك في هذه التوليفة والهذه التلكيبة قالوا بشي تدخل مع بعضنا في قائمات موحدة في الانتخابات البلدية أحنا كحكومة ما يهمنا هو إنجاح الانتخابات البلدية هذا قالوا السيد رئيس الجمهورية البرح ونعتقده نفس موقف للحكومة لأنها قامت كل شيء لأجل إنجاح الانتخابات هذه من أعطاء إمكانيات الهيئة المستقلة للانتخابات وإنشاء المحاكم الإدارية وغيره إنجاح الانتخابات موش فقط عمل تقني وعمل بتاع إمكانيات ولكن نجاح الانتخابات لابد أن يكون نجاح سياسي بمشاركة الأحزاب وإعداد الأحزاب للانتخابات هذه وكذلك أعطاء برامج تحث في الناخب والتونسي أنه يمشي نهار 29 أفعيل وستة مية يمشي ينتخب وميقاطعش الانتخابات هذه أي للأسف اليوم كل معناها الاستطلاعات الرأي وحتى ما نشوفوه فما عزوف على الانتخابات اليوم دور الأحزاب إنها وهذا ما قاله سيد رئيس الحكومة في خطابه وتصريحه مؤخرا معناها الإبودة معناها نحيوه منطقة الحزبية منطقة المناكفة والتجاذب والععائيات والعرك واختلاق أحيانا معناها معارك ووهمية ونعطيه ونركزه جهدنا إنه نعطيه للتوانسة برامج حقيقية تبدل حياتهم تخليهم غدوة يمشيوا الانتخابات ما يقاطعوهاش وبالتالي نحن مع مشاركة كبيرة للأحزاب مشاركة فعال للأحزاب برامج الأحزاب تتقنع المواطنين ويمشي انتخب هذا هو الدولة حكومة الوحدة الموطنية فهما إنجاح لمسار اقتصادي واجتباع وكذلك فهما إنجاح لمسار سياسي ديناه على سبعة سنوات في البلد هذه ومش ممكن ينجح من غير انتخابات بلدية ناشحة وفيها مشاركة بالمواطنين بيه مدامش بتع المواطن ندخلوا لشأن المواطن سيدة رئيس الجمهورية البالح قال وأنه 2017 ما كانتش أحسن سنة لكن ما كانتش أسوء سنة سيدة رئيس الحكومة قال اليوم البيلان بوزيتيف متاع الحكومة كان يمكن بالإمكان أفضل مما كان لكن ما هي شي فاشلة لكن اليوم بتوين سفقوا ولقوا زيادة في أسعار متاع النفط البنزين معناها ليسانس زاد زيادة في دابوزة متاع الجاز قبل الوزراء أنكروا ارتفاع الأسعار خاصة متاع المواد الأساسية ومن عام اتحاد الشغل أمضى وثيقة مع سيد رئيس الحكومة يقولوا فيها ما سماش جيادات وحتى أنوسي الرارحي اللي هو الوزير المكلم للإصلاحات الكبرى قال الوقت اللي عملنا احنا اعتماد سعر تخفيض البريل البترول عن سياغة بنود قانون المالية أقل بكثير بالسعر الدولي يقول هذا يا مهوش مشكلة يمكن التدارك لكن الآن لقنا زيادات البريمي جانفيي بدأت زيادات ثم يسال ليس قالوا شوالي مهوش مش يزيد هل أنه ثم زيادات أخرى منتظرة وهل أنه هذه الزيادات هي فتحت السنة أم أنه التعديل هو سيكون شعاركم كحكومة سنة ٢٠٠١ أقول وراء أسعار المواد الأساسية ما فهم حتى رغبة في زيادة أسعار المواد الأساسية اللي هي تهم المواطن خاصة معناها الطبقات الضعيفة في الشعب التونسي ولكن معناها زيادة في اللصاص السياصة ليس حاجة أساسية معناها السياصة معناها اليوم ضروري ولكن اليوم الزيادة تمت بخمسين فرنك هي بنسبة قليلة وتمت في إطار تعديل الآلية التعديل نجب أن نسميهم من المواد الأساسية بأتي بالهم المدعم هي قطة البعض هي فهم آلية التعديل معناها آلي قد ما يتفاع السعر البترول في الأسواق قد ما يتم تعديل وتم تعديل تقريباً بـ ٣٤٤ كنشوفوا اليوم في العالم عديد من الدول دول المنجة المحروقات قامت بزيادات وزيادات أكبر من اللي قمنا بها أحنا في مواد المحروقات نعتقد أن هذه الزيادة في إطار تعديل الآلي لأسعار المحروقات ولكن المواد الأساسية كنقص المواد الأساسية منها المواد الحليب والذي الزيادية الأساسية بالطبع هناك توجه من حكمة الحضوطانية لإحترام معناها التاقة الشرائية للمواطن أنا لما تم استدعائك لسبوع اللي فات الحق ما زلت ما قريتش تقرير البنك المركزي التونسي من العاشق أنا قريتو تقرير البنك المركزي أنا قريتو قريتو عنده ثلاثة ولا أربع أيام ولقيت الحق فيها أرقام مفزعة نجب أن نقوله أن المؤشرات حمراء في بعض القطاعات رغم اللي قاله السيد الرئيس جمهوري البارح واللي قاله السيد الرئيس الحكومة كيف كيف قبلها اسمعنيه أنا الحق مش مقتنع بكلمهم باعتباره أن المعطيات اللي موجودة في هذا التقليل والصادر على البنك المركزي تعطي أشياء غريبة كننخذه بالإكزامبل مثال نسبة تطور النتج المحلي الأجمالي السيد الرئيس جمهوري قال 2.60% على رؤيتك البنك المركزي يقول 1.9% لكن ممكن نصل إلى 2.1% على كافة السنة كننخذه بالإكزامبل التذخم التذخم يقوله 6.3% أكثر من العامل يفاتي نفس الفترة لكن كان تاخد تذخم المواد الغذائية يقوله 8.7% في شهر نوفمبر وكننخذه المواد اللي أسعارها محرة يوصل إلى 10.1% واللي مصنعة منها توصل إلى 1.5% يعني أرقامي لحد ما مفزعة وتمثل قدرة الشرائية منطاع المواطن هل حسب ليك النجم ونخرجه منها الغلاق في الأسعار غلاق المواد الغذائية أنت أب وأب عائلة وتعرف معناها تشري الدارك تشري لوم والزيت والطابون وتشري الزهومة وتشري والد البحارة وتشري الحويج والسباب نسو كل فكسل دوك اللي يشو شوف نحكي على العمل بتاع الحكومة وتقييم عمل الحكومة 2017 هذا قالوا رئيس الحكومة ما كانت معناها معناها ينانية معناها ومش هذا يقول أنه لما جاءت الحكومة هذية كانوا لزينديكاتور في حالة أتعس مديوه وكانت فما معناها صعوبات حقيقية معناها بكل البيوتجيم في 2017 وكانت فما معناها عديد المؤشرات اللي كانت في اللون الأحمر احنا قولوا أنه لعملتها الحكومة كيش نقيمه السناء في 2017 فما المسألة الأولى هي مهمة محاربة الارهاب ومسألة الأمنية واستقرار الأمني في تونس وهذا يحمد الله ربي وتحية القوات الأمنية والعسكرية عام 2017 حققنا معناها أنت سارعة على الارهاب من نساوه كان وضعنا ثلاث سنين التالي وخطر البلاد مثلا على البلاد هذا بداية من وقت في الحبيب السيد نحن نرى فما السبريات الدولة وكل حكومة جاء تواصل ما تعمل فما تدعيم المسألة هذه ويتطلب وقت وجهد وتضحيات من مؤسسة الأمنية والعسكرية ومن سلطة السياسية فما كذلك استكمال المسار السياسي في البلاد اللي هو مهم معناها تركيز على القضاء سياغة قوانين على الهيئة الدستورية وصلنا الانتخابات البلدية بشتجادة للسيمي وهذا كذلك يقول أنه هذا المسار السياسي المسار اللي جابت بها الثورة في البلاد ومسألة الحريات قاعدين دعموا فيه بطء ولكن قاعدين قد يا ما بشي بشي يشري كله الحم يعني يشري كله أعملنا المسأة على القضاء المسأة الثالثة هي المسأة الاقتصادية المسأة الاقتصادية فيها معناها حشتي المسأة الاقتصاد ونمو سنة في 2017 كما كنت تقول أنت على العكس معناها السنوات الفايدة تمت مضاعفة نسبة النمو اللي كان أقل من واحد في المئة يمشي كامل بثين فاصل واحد في المئة وثين فاصل ثين في المئة ما هو النمو الاقتصاد؟ أنه فما حرك اقتصادية البلاد راجعة تخدم معناه وذرينيه الفوسفات ترجع ينتج في الفلاحة فما الاستثمارات زادت في تونس الاستثمارات الأجنبية زادت بحديش في المئة في 2017 القطاع الفلاحي الاستثمارات فيه زادت بستة سبعين في المئة السياحة تحصل الاستخاطاع السياحي تطور معناها تقريباً ثلاثة عشرين في المئة في نسبة العلاج الدنيا دي رغالي ايه خلي فما هذية معناها فما اقتصاد قاعد يدور والاقتصاد القاعد يدور وقاعد يتقدم هو اللي معناها بشي يخلق الثروة ابقاء بالنسبة لغالي الأسعار صحيح فما مسألة تتضخم كي يدوي البرشة حالية من بينها معناها انحدار الجنار وانحدار الجنار هذية يرجع لعدة أسباب ولكن من أهم الأسباب هذية هو العجز اللي عايشينه اللي خلي اللي محضر احنا اليوم في بلادنا عاننا سبعة سنوات عايشين في 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 الدولة ما عنداش موارد ولكن الدولة تصرف أكثر من مواردها وتضطر الاقتراع والتدايون بتاها يزيد وكل عام هذا يزيد ناخذ التدايون اللي حابينا نعملوه السناء حابينا نعملوه السناء وعلى ذلك القانون المالية 2018 كان عليها كثير من 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 الانتقادات وكذا خطرنا مختارناش طريق السهل طريق السهل نزيدوا نتسلفوا السناء أكثر ما تسلفنا من عامناول ونزيدوا نعمقوا العجز والعجز كيتعمق يجي يزي تضخم ما نعملوه السناء ما نعملوه السناء السناء في 2018 لأول مرة نسبة التدايون في الميزانية القادمة بش تقل نسبة العجز متاع الدولة بش ترد 4.9% الصحيح تقول لي انت انه هذي المواطن ميراهش ريالما في حياته تقول لي انتك يترجع نسبة العاجز وتوخر 4.9% شو بش يتبدل المواطن تقولوا هذي هو الطريق اللي بش يوقف لا هنا ماذا بيه هنا نستوقف في نقطة التقليل البنك المركزي يقول ان خدمة الدين وصلت سنة 2017 لمستوى تاريخي قال الى اتان النفو ايستوريك اللي هو 6.349 مليار بالمليمات كنشوف انا الجدول انطاع التوازل المالية لسنة 2018 تلقي خدمة الدين العمومي السناء بش تكون 7.970 مليار وهذا ينتج بيانسور على بريخ ديناها عام 2012 متاع 500 مليون دولار 271 مليون دينار متاع ساموراي سيس كذلك القرض ذلك اللي خدناها من عند القطريين التقليل غلاتيف مع الفامي هذي خلوا انه التدين يعني بعد كتلة الاجور اول مصروف على 36 مليار والا قدش بتاع الميزانية جاية اول حاجة اكثر حاجة المصروف فيها هي خدمة الدين العمومي وهذا يسوفين شون تقول لكم معناها احنا في سبع سنوات وشي نفهموه معنا الوظيفة العمومية زد فيها 150.000 عبد المؤسسات العمومية زدوا فيها كذلك معناها بضعة عشرات اهلاف بخلاف معناها ما تم ادماجه من العمل معنا عملها الشو غيره هذا خلت الدولة لمواردها قاعدت هي بيدها بلت نقصت لانه قاعدت تقريبا نسبة النمو كانت معناها فقاعدت فقاعدت الدولة زدت هذا كان شنوا ما قالوا ما قالوا التدين التدين ولما توريه انت تدين معناها المونين بتاعك تتيح والدنيا تغلق هذا هي معناها رو معناها 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 هذا هيز لفلاسيون اللي ادوشي فر اليوم مش قولوا نقول لا يبدا هذا يتوقف احنا اليوم اتمكننا من خلق نمو بثين في نمية اتمكننا من معناها تقريب نسبة البتالة اللي هي اهم مؤشر التوانسة ما نقصدش ما نقصدش لكن ما زدتش من غير ما نعملوا حتى وظيفة حتى عمبلوا في الوظيفة العمومية لان اقتصادنا تحرك شوي اقتصاد اللي يخلق في نمو الرشيس هي ما بطالة ب 15 مية زدها لا صحية صحية ولكن بطالة زادت وكانت اخذها في بعض المعنقة وصرها 20 مية في سيدي بو زيد في سليانة في الكيف انا اش قلت لك توسوفيان قلت لك احنا اليوم اللي بتالة ما نقصدش اللي تستبيدي زي ما زادتش ولكن ما زادتش من غير ما نزيدوا معناها الاقتصاد الحقيقي اللي يخلق في العمل مش الدولة اللي باش تمتص الاحتياج الاجتماعي معناها هي دجا عندها عمال فوق تقتها ومش قادرة تخلصها وتتسلف في الفلوس وتترهن وترهن في الاجتماعي القادرة مش خلصها ومزيد تدخل عبيد اخرى الشباب حاملين شهادات العليا ساعات 13 فيه ب 50% وتوصل عند لبناء تكثر من عند الاولاد وعلى هذاك في ميزاني 2017 يو عاخد الكرامة في ميزاني 2018 فم عاخد الكرامة وقالية تشغيل اخرى لانه الى ان الاقتصاد ايه كما عمنا فلصتي ومبعض جاء الوزير قال فلصتي خسدنا عليه 80 مليار خلقنا بعض مواطن الشغل نتخلوا عليه وهوما كانوا يقولوا الوزراء بما فيهم سي زياد العزالي بما فيهم سي الحمامي اللي هما شدوا وزارة التشغيل يقولوا فلصتي مش تحلبة بالجنة مش نجيبوا سيف سيد علي هذي الاشكالية يعني يقولوا هاو عنا اليت لكن هي سديكو كيفيد يعني اسماء ما هيش مجسدة بخلق مواطن الشغل بتاع تكوين العبالي طالت معناها بطالتهم بش تعاوت تهيكلهم ودخلهم تسوقوا شغل ولكن الاخذ الكرامة وليسناه يدعم برامج اخرى هو برامج معناها موجود في كل الولاي بألف معناها عبد والسناه بش يدعم معناها بش نجمو الى انه النمو الحقيقي ونمو معناها بتاع السكتور ايكونوميكم وحركات النمو تعمل معناها دل امبلوى ريال احنا نعاون مؤسسات بش تعمل جمعات الكابيس وجمعات الاسد المعاونين والمعاوذين هل تم حل عام 2018؟ المشكلة الكابيس كبيرة تم جمع يحببش عاودوا اقلاو ماخذين شهيدة مناشحين جمعه طبع هذا يخص وزارة التربيه اللي هي معناها معناها بهذا صان زندخي دان الانتا يشوف مع ادارة الاقتصاد اللي هو المهم انه يكونومي تكيتورن وتكيكري لامبلوى وتمتص معناها البطالة موش معناها موش بدعم موش بموش 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 بدي احيانا لو الدولة العوام اللي فات كانت تقوم بسوسيال ديجيزية معناه معناه تدخل تخدم في عبيد محاشتيش بهم جوش معناه غendas مؤليات الاقتصادية هي اللي تخدم في مع هذاي اللي عملت عملتوا حكومة الدولة عوطينية خلال 2017 انو كل ما فمه ازمة خاصة في قطاع معين في سكتور معين في منطقة معينة في الحكومة والوزارة واسيند الرئيس الجنة انتقلوا وحاولوا يلقعوا ما نحولون اهن الحقيقار هذه في سكتور هذ제� machstني يمشي سميل طيب يمشي مبروك كورشيل يمشي يذهب الهميني ماهلهم علاقات بالمعارضة السب2021 ولا بالحركات الديمقراطية ولا بالمؤسسات معناها المجتمع المدني كاينكم اللي جاء المتفأة لليمية معناها كاينكم انتم لا ليبيا يبقى لا تعرف أبعث سامير غاديكي غاديكا أبعث المهدي غاديكا شكول آه إياه دابعثوا نجهة الفلانية موجود هذا محمد رابلسي كيف كيف حتى هو سيطان بونكي أعضاء لازم أن نفهم بلادنا فما أمال كبيرة للناس وإنفرشتراسيان كبيرة للناس و هذا معقول وفما كذلك أحيانا تبقى سياسية التوينتسة أحيانا يراها عايشة بعادة على مشاكلهم أحنا حكومة حكومة دورنا نديره البلاد في الوقت الصعيب هذي اتفاق كرتاج ومبادر دائس جمهورية والاتفاق اللي يحصل بالمكونات أعطاهنا إدارة المرح لهذه في البلاد لازمنا نخمو في الاستراتيج في خلق النمو لابدنا نخمو في بداية الإصلاحات اللي بدناها في الكاسوسيال وفي الوظيفة العمية باش معناه بولا بغينيتين النمو هذي ولازمنا كذلك نقاو حلول عاجلة حلول وقت ساعات تبدأ مؤقتة ولكن الحلول تحل الأزمات الكل وهذا دور الوزر الكل في الحكومة والوزر الكل يقوموا به هذه طبيعة وقعنا لي وفما عباد معناها توين سايفهم ويعرفوا وقاعدين يضحيك يعرفوا في المشين ولكن كذلك فما حالات وضعيات تقفئات ومتاع مناطق لابد لها بحل العاجل وهذا دور الحكومة دور الحكومة يقولون دور رجال مطافي أي بلات كما كما كل حد في نهار قدر الله تشعل النار في دار ويجيب بومبية طافي احنا كيف كيف لما تجد تكون فما نار في أي مكان في تونس دورنا نطافيه مالشنا ما نعمل ونفخوا عليها نفخوا عليها نصبوا عليها للجيز ما ما خليوش النار تطلع يعملوا ديكوب فوزة في الغابات بي انتوى خطي كلامي كنتي وكلام السيد للحكومة وحتى التقييم عن تأسية رئيس جمهورية حاجة والتقريب طالبانك المدكة يقيت في حاجات أخرى بان انتوى جيبات سياسية أكوتى بيانسول تعرف بشتبال سي نرمال السياسية يعملها كي يرابان أكوتى يعلمو هالم في الكوميونيكاشن بان حكا كناخذ نيجو سيدو كو جو پارل جو فرم نيجان كوميكاشن وكلو ساعات رابان قلو شوف ذاكي لا رابان دي أكوتى يقول بفرنسوية يلا نوالي البواصن كيما يحب يغرق الحود شد واحد كابة وحطها في البحر يقول هالي وش تلتح بنا يهربها إذا كان ناخده بأيزام جبتت أنت على مسألة قبيلة مهمة ياسر اللي هي قلت الأليات هذه الموجودة واحنا مصاليف لأكسل من المداخيل والناس من الانتاج مشقعة دي جي والدولة تعمل فيها سوسيال بارفو بغا سوسيال كبير ياسر ولمان فيزيب المشقعة على تقلم أليات الاقتصاد رجبت على ديفسيط لابالانس كوميرسيال معناها عجز الميزان تيجلي عجز الميزان تيجلي كيف كيف هما التقليل أو خلاج بالفرنسوية عذرني نقلال كلمات الفرنسوية نترجمها العربي يقول پورسويت دي كرجم دي ديفسيط كوميرسيال كي أتن صنو نيفو إيستوريك لبلو جلبي تاو قبيلة قال ديفسيط ركور تاو يقول معناها زيادة التواصل عجز الميزان التيجلي الذي وصل إلى مستويه التاريخي ما بين ذو فرين الأكثر حدة اللي يوصل 14.360 مليار السنة وقت اللي العاملي فات كان 11.628 مليار البالانس كوميرسيال امتعنا عاملة ديفسيط تقريبا 14.400 مليار في 11 شهر اللول بركة 2017 اللي هو 14.7% من نتج المحلي الإجمالي الباي بي يعني هنا لأن الحكومة التنجم تحكم سمحني عنا بلدان بيانشيخ ثم فاكتور انرجاتيك كما تقول روسيا لكن بلدان نجيبوا منها في الكلاسب ونجيبوا منها في السيختات ونجيبوا منها في حكايات بالبلاستيك نحكي على الصين ونحكي على تولكيا بالأخض هل أن الحكومة عندها آليات الآن حاسمة ونجزة من أجل إعادة عقلنت المواد اللي يجيبوهم من برها ثم أشكون يقول لك يا أخي تصنعها في تولس ونجيبش من برها وعندي الحك منها في الكوز معناها من المنظمة العالمية للتجارة هنا كانوا ثم تهاون ولا نحشبوا منهم وشفت الأتراك يجيبوا الملع الآخر قال ها بس نعودوا ننظروا في المثالة عنديكش معطيات حول هذه المثال لأنه نوصل 14.400 مليار اخسارة في هذين بس يجيب تدين والتدين يجيب كما قلت تضخم ويجيب كذلك التفاف الأسهار شوف ها رو ها نحن اليوم نحب أن نكون وراء عايشين في اقتصاد معاول ومقتصاد مفتوح وبالتالي معناها أول حاجة بش تعمل الكليبة بتاع الديفيسيت كوميرسي بتاعك هو أنك تشجع صادرتك وأنك تحاول تدفع المؤسسات للتصدير وتدفع كذلك المواد اللي أنت عندك فيها معناها هي متاعك معناها كليوم كيلوميات الفلاحية وراء الصناعية وجلب معناها الاستثمارات اللي تخلق معناها الصناعات مصدرة هذا هو اللي بده يكون فلسفتنة لأنه معناها بعد معناها الكليبري ويقعها كوذية مع حكومة الوحدة وطنية معناها قامت بيو دايور معناها السناء معناها حجم الصادراء زيت بربعة فاصل واحدة وعاملة نسبة نمو تقريبا 17% ولكن الظرف الحالي يجبر حكومة الوحدة وطنية وهذا ما قامت بيو في ميزاية 2018 إنها مش تقوم بإجراءات حماية ولكنها تقوم بترشيد التوريد هذي اللي باش نتعدى المرحلة الصعبة هذي ونحفظ ونفضل كل قصة مفتوحة أنه لكن اليوم وضع المالي ووضع العجز التجاري أجبر حكومة الوحدة وطنية إنها تراجعة وإذا ما تم تمت مراجعة عديد المعالم الديوانية تمت كذلك معناها معناها ترشيد التوريد اللي قام بصفة معناها أكثر منها معناها بالإقناع مع المواردين كيف سيارات كيف غيره بشي يقول ومبعاظنا إذا الديفست تنتعنا يكمل هك وإذا كذلك معناها الحجم تديني متاعنا يكبر هك معناها ساوغاء معناها أنيفية معناها مباشرة على سعر العملة متاعنا ورأوا إذا العملة متاعنا تتيح الموارد معاشي نجم يجيب ويبيع نجدوا على العملة أنا جاءت كذلك لبعض التقارير عام 2016 وبرك الدينار خسل نسبة 11 شهر و 12 شهر خلينا نقول تقريبا 18% من قيمته تجاه الورو وتقريبا 6% من قيمته تجاه الدولار احتيات العملة الصعبة بتاعنا أهبط نبو إستوريك من عام 2006 عملة ما هبطنا أقل من 5 مليار دولار هبطنا أقل من 5 مليار دولار ومعنا كان 90 يوم وصلنا في فترة ما عنا 119 يوم نحكي لك عام في ديسمبر 2012 في ديسمبر 2015 128 يوم تخلي وقت أخذينا قروض ودخنا اليوم 90 يوم وهو جز جز قلب 90 يوم سيلا بنقود معنا بكل صراح هل أنا الأوان بشي وقف هذا النزيف بينصير ثمان يقوله في التصديل يساعد لكن ينصله أقل من 3 شرع احتياطي متع استيلاذ تولي إشكاله أحنا كم يقول تقول لك سوفيين قمنا جرائيات في ترشيد التوريد قمنا كذلك ببعض المعالم المديونية التي تفرضت في القانون المالية 2018 لي معناها ليعاد توازن للميزان الدجاري ولكن كذلك الدور الأكبر أنه الارتودوكسي فينانسيير اليوم ما نجموش وهذا لازم نقوله بعضنا ما نجموش نقعدوا بلاد نصرفوا كل عام أكثر ببرشة من مواردنا ونثروا الاقترام هذا يؤدي نحب ونكروا أنه المعملة بتاعنا تترشع وهذا اليوم اللي يقولنه معناها وعلى ذلك اليوم معناها قانون المالية 2018 كان ممكن معناها نتملوا كما أقبل ونوصلوا ندينوا 15 ألف مليارد ولكن معناها هذا يبش أدي التضخم بزوز أرقام فهمت وبش أدي كذلك تدهور المقدر الشرية المواطن ونهار على ذلك فضلنا اليوم بحوار مع الأطراف الاجتماعية نعمل قانون مالية دي دور رجع وإذا في السياحة وفي الفلاحة وفي صناعة مع المالية وفي غيره كل الدول وكل الدول معناها دول معناها مطورة أكثر من الاقتصادين بورتوغال غريس هذا هو الطريق مع هذه كذلك لودة من إصلاحات هيكلية ضرورية السناء بدناها في الوظيفة العمية في البرامج الدبار معناها الاختياري وغيره بدناها في السنديق الاجتماعية اللي تعاني معناها عاجز معناها هيكلية عنده أكثر من 25 سنة واللي تقريبا اليوم تقريبا معناها على اتفاق مع طرف الاجتماعية في البيب هذية كيف كيف هناك لابد من إعادة هيكلة للمؤسسات العمومية معناها مع احترام الموظفين فيها إعادة هيكلة حالة بحالة وهذا تقريبا معناها فما اتفاق فيه لابد من عقل معناها إدارتنا للاقتصاد التونسي وفتح باب المدر الخاصة ورفع الإجراءات والبخيفيليج وتشجيع الاقتصاد المنتج مش الاقتصاد اللي قايم على الرط هذا ما حاولنا لحطوه في حكومة الوحيدة وطنية في ميزانية 2015 وهذه كانت فلسفاتنا وبالطبع هناك تعطى سوفين عددك رئيس الحكومة معناها عطى ديزو بجيكتيف قال احنا رونا في 2017 نحبو في 2018 نحبو نعم في 2017 نحبو نعملو 2.2% 3.2% وتقريبا ما حقوه نحبو في 2018 نعملو 3.2% نمو باش نوصل 2020 خاطر نراو مانا الجموش كيف كيف في سبعة سنين على سبعة كومات معناها نعرفو فما هذا وضعنا وكذا ولابد من توافق وغيره ولكن نراو انت عندك شركة مؤسس مؤسس متبدلهاش مدير العام كل عام مرتين فمبالك بلاي ولابد كذلك باش تقوم بإجراءات وإصلاحات تعطي أكلها ان تكون فما سياسة وعلى ذاك اليوم الرئيس الحكومة يقول هذا برنامج 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 بوعود مرقمة وانه ورانا معناها ينفوها حركنا محركة النمو وعملنا لإصلاحات نضخي يكون مين باش تحرك وراو عنا كل الإمكانيات باش تونس من هنا 2020 تكون عنا 5% النمو ونقصه في البطالة وبالطبع والدولة تكون عندها أكثر موارد خاطر اقصادها ينمو ونقصه في تدائم كذي اخذوا الحرب ضد الفساد هل أتت أكلها اقتصادين هل أنه ثم مربوح من الحرب ضد الفساد شوقي تبيبي يقول الصفقات العمومية وحدها تقريبا 10% من البي بي يعني 10 مليار دينار تقريبا ومن 10 مليار دينار يقول ربوع متاحها ماشي في الفساد اللي يحبوا يعملوا ديجيتاليزازون رد مينترات حكا عليها لقص حكومة مربوح اللي فات وغيره ما زالنا مش ناشي حد الآن التهارب الجبائي كيف كيف ما ناشي قاعدين نقوم فيه تهارب لؤوس الأموال سأعطينا عندك شي أرقام الحرب ضد الفساد التي أعلنت نهار 23 مي واعتبر تونسة من أهم لحداث اللي صار سنة 2017 إعلان الحرب ضد الفساد وإلى أهمية بقدر الحرب ضد الألهاب هل أتت أكلها اقتصادين شوف أول حاجة الحرب على الفساد رو معناها فيها الاعتبار الاخليقي وفيها كذلك الاعتبار معناها الاقتصاد الوطني علش دول الحرب الفساد علش أحد معناها أهم معايير الاستثمار في الدولة هو النفو الترانسبرانس فيها والشافية اللي فيها لأنه معناها الفساد إلى أنكو الفساد إلى أنكو الاقتصادية اللي خربها الفساد والرشوة والمحابات والمونوبول والبريفيليج ما تشهدش معناها الطور الاقتصاد دوكرا ومحاربة الفساد هي ضرورة لنعاش الاقتصاد لخلق العمل والفساد معناها بخلاف اليسر أخبر مجموعة في مجموعة عمليا 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 ساعة اليوم حرب على الفساد ليس فقط الحملة على الحملة اللي هي السياسة السياسة بتحكم هي إطار تشريعي تم مراجعت فما قانون الهيئة على مخابة الفساد تم صادق عليه فما قانون لثراء غير المشروع فما قانون لحماية المبلغين وكذلك أعطى أمكانيات القضاء والسادة القضاء لأنه فماش حرب على الفساد من غير قضاء قوي بالنسبة للحملة هذه تحاولت معناها ضربة على أيدي المهربين على أيدي معناها اللي يمكن السوق الموازي اللي قاعد يخسر في البلد معناها في كثير من الموال ومن فرص الشغط وبالطبع معناها ما هيش حملة ممكن معناها ستفعلوا معها لأنه فالول كانت فما أسمائها معروفة ولكن هذا عمل متواصل على كل المهربين وبالطبع الكوم تاعه سيوراء في قادم الأيام عاما خلال معناها فما دي سكتور كانوا كانوا صناعيا ميتين على خطر تهريب اقتنم اليوم معناها يكومون ستفعلوا واذا ترون بي كان حكو عن الفساد السياسي اليوم سمع حزاب سياسية مرتبطة بأموال أجنبية سمع ناس عندهم مباشرة دولات الجانب يعطيوا فيهم في الفلوس سمع دولة أجنبية الدخلت ومولت في الحملة الانتخابية لأسيا السابقة توبدأت تدول بعض الأسماء سمع جمعيات تقريبا سين وعشرين ألف جمعية من 12 ألف جمعية منعفواليهم حتى شي سمع تدخل معناها في الشأن الداخلي سمع فساد السياسي هل سمع نية للضرب بأيدي بأيدي حديدية في الفساد السياسي الي يخلق ولاقات ويخلق كذلك التهان للأجنبي ويخدم أجندات ناش ممشي أفضيقان يوفم مرسوم مرسوم يدير الأحزاب الحزاب السياسي احنا ما قمنا به في الحكومة وهذا في وزارتنا أول حاجة تذكير الأحزاب ويكتبت كل أحزاب لتحيين معنها البيانات المتاحة ولكن كذلك تذكيرها بمقتضيات مرسوم الأحزاب خاصة فيما يخص الشفافية المالية من معنها التصريح بقريرها المالية المصادقة عليها لدى دائرة المحاسمات ولدى رئيس الحكومة كاتبنا كل الأحزاب وتذكيرهم فما حاجة في مرسوم الأحزاب اللي كان تتمكن أن تقارير الأحزاب لابدت تكون منشورة للعموم وهذا هو مرسوم الأحزاب كل الحزب ينشر تقريره المالي السنوي للعموم وتوان سيشوف فيه مش قاعد يسير لأنه المعايير المحاسبية لكي خيطيك عطاء الأحزاب ما تموش هذا وزارة المالية قامت بهم منذ ديسامبر واليوم حاضرين وبالتالي كل الأحزاب سياسية بيش تكون مجبرة على نشرة تقاريرها المالية للعموم احنا كيف كيف كاتبنا كل الأحزاب ذكرناهم مقتضايا المرسوم وبالطبع بيش نبدأوا بياخذ الإجراءات القانونية من ضمنها مرسوم من انذارات وغيره حاجة أخرى قاعدين نشتغل كذلك على قانون الأحزاب وبدينا الورشات وعملنا زوز استشارات تحولوا لتقيح المرسوم وتفادي نقايص ومرسوم الحزاب وكذلك بيش نحطهم أنا أكثر معايير تعشفية في المعارضة تليمية الحزاب وكذلك لتوفير تمويل عمومي للأحزاب السياسية لأنه اليوم فماشي مقارنطية من غير الحزاب ولكن اليوم الحزاب السياسية في تونس ما عنده تمويل عمومي من طرف الدولة عنده كان تمويل الحملة الانتخابية نحن نعتقد أنه لابد أن يكون تمويل عمومي للأحزاب يعتمد معايير واضحة معايير موضوعية من خلال تمثيله وغيره ولكن تمكن الحزاب هذية من مال معناها عمومي للنشاط حاجة أخرى اليوم أحنا معناها بالآليات اللي عن معناها بش نعمل أنه في القانون هذية كل المعاملات المالية كل الاموال تدفع من طرف خواص وكذلك تكون منشورة العموم هل أنه ثم آليات عقبية خطر انتظار عقبية الأليات العقبية هي الموجودة في المرسوم والتي لم تتم ممارستها لأنه فيها تدرج أحنا اليوم بنشر المعايير المحاسبية لنعاود الكات ونحزيم هاي دائت الزج المالي مثال مش موجودة وقت اللي تاخو دائت المحاسبات دائت الزج المالي هي بحث ماذا موجودة بقتها قانون ما اشتغلت شي بالعمل 2011 يقول لك ها ويعمل ووليت معناه كان يكاس انرزيستراز دائت محاسبات تقولها وتقاريرها هاي لأحكاوا عليزي حكاوا على الحزاب حكاوا على تمويل الحزاب قريتا التقارير بتاع لكن من بعد كلام حبل على ورقة هما ذاك دولهم يقولوا ودائت الزج المال يمتاحها ما تخدمش ومحاكم العادلية ما تخدمش هي رقابة بعدية ودائت المحاسبات تعرف انت يحجم مناها الرقابة تعم في احنا اليوم مرسوم الحزاب يعني يفرض انه القاتق قارير المالية الحزاب تكون منشورها للعموم معناه انا وانتي وامة لا اله لله الكل باش تطلع على تقريل وشوف كيف يتم معناها تمويلها وبالطبع تتخذ الاجراءات القضائية وغير وبعد ذلك نحن نفس الشي نعمل على قانون جديد للجمعيات اليوم عنا ايش عشنا الجمعيات ولا نعمل 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 اولين كانوا عنها 7000 جمعية وانت 22 لن انت نفسك كوزير متكلف بالجمعيات ما تعرفت الجمعيات موجودة في البلاد قلت باش تعملوا قادرة بيادات تحكي تانا من العمل ويني قاد بيادات تاع الجمعيات اليوم سوفيان الجمعيات بنص القانون يدارهم ترفل كتاب العامة الحكومة ولكن اليوم كتاب العامة الحكومة ويدارة الجمعيات معناها امكانياتها اقل بكثير من تطور نسيج جمعياتي وهذا روشي ايجابي في تونس اللي وليت عنها 22000 جمعيات بالطبع اذا كثم جمعيات تجيب لك في خيام دعوية وجمعيات تعمل في الدعارة وجمعيات تتبيد في الأبويل اذا لا ايجابية الى حد الماء العمل جمعيات ومجتمع المدني اليوم الادارة عامة جمعيات ومفرما للقام موجودة قامت بمئات معناها من التنبيه ومن طلبات إيقاف النشاط وطلبات الحل ابقى كل ملفات هذه تحل عن طريق القضاء لأنه احنا الجانب الإداري مش قادر في معدام كحكومة مثل في المغرب مثل ما حتى جمعيات تتلقى موال من الجانب لما تعدى وزارة خارجية وعملها بمرسوم احنا مرسوم الحزاب يمكن الجمعيات من تلقي موال معناها تمويل اجنبي لا بد أن تصرح به لدى البلق المركزي وتصرح به في وسيلة وهذا معناها ما قامت به حديد بالحزاب ورئيس الحكومة أصدرت معناها تنبيه للجمعيات هذه حبيل تم تنبيه على عديل جمعيات وطلب حل لعديل جمعيات وقضايا ضد عديل جمعيات واليوم نعمل قدش تنبيه وقدش طلب حل على 22000 جمعيات نبهتوا على 2000 3000 400 600 الأرقام قلتها قبل فما بضع مئات من تنبيه وغيرها وفما كذلك جمعيات تم إيقافها تحفظيا لشبهات ارتباط بعضها بالرهيب أبقى شوف اليوم إدارة الجمعيات قاعد تقوم بالعمل هذي اليوم قاعدين كيف ما قلت لك وبدين هذي خاطر لما تقول تعمل قانون تعمل جمعيات لابد تشارك فيه مع المجتمع المدني مبدأ تنقيح مرسوم الجمعيات كان مرفوض من طرف المجتمع المدني لأنه يعتقدوا أماموخ اختفناهم التاريخ ليه وكأنه معناه المرسوم اللي تمت في السنة الأولى من الثورة هي فيها الحرية وأنه كل المراج عليها وتنقيح لها سيكون معناها معناها التاريخ الحرية هذه خدر وقتا نشوفوا أنه الثورة والعام هذيك وكأنه سرقنا حاجة ونرجعوا لتالي ليه اليوم بديننا الحوار مع المجتمع المدني عملنا استشارة أولى وحب خلينا وقتنا لأنه مجتمع المدني وقلنا رو اليوم عنا مشروع قانون في بلاتفروم إلكترونيك باش تمكن أنه الجميع يرقب الجميع وأنه تسهل التجارات الإدارية وتمكن من دفاع جوهي ديك جدود كالفانداسيان كذلك ناخذ هيئة الدستوري ناخذ هيئة الحقيقة والكلامة اللي ينتهي العمل متاح في مي بمقتضى القانون عند الحق من وأنها ما قامتش بالعمل متاحها لكل وثانيا الأيكا هيئة العليا السماء البصري وشا عملته في المجالات هذه الزوز هيت حقيقة والكلامة أو الأيكا خلينا بالنسبة بالطبع الأيكا الحقيقة والكلامة معناها مسار العدل انتقالية مسار مهم في البلاد مانيش من الهنية بشي نقيم مسار هذي ولكن كان وضروري البلاد ولا بد أن يتم في أقل تجاذب سياسي ممكن مانيش من أكتمك بنسبة القانون التعديل السماء البصري هل أنه سيمدد هي قانونيا عندها أربع سنوة لغاية مئة هذا شأن مش هي تبع الحكومة معنا تمديد لها وغيره ضغط غدا أنه لا يستمع الحكومية وبالتالي لا يسمع نفسي ندخل فيها هل تحبذ وأنه يتمدلها بقى نحبذ أن المسار العدل الانتقالية يتم في أسرع وقت ممكن وبأقل تجاذب سياسي ممكن للأسف ما كان هذا هو الحال طول الوقت هذا أكثر من هذا هي هائقة مستقلة وانا في سلطة التنفيذية ما نجمش على أخذ منك بالنسبة لك بالنسبة لك نحن في صلب العمل للوزارة إعداد النصوص خطرنا للوزارة لماذا موجودة الوزارة موجودة بشترجم الدستور في المنظومة القانونية سواء من خلال إنشاء الهيئة دستورية العمل على قوانينها وبعد تركيزها أو كذلك من خلال تغيير الإطار القانوني للحياة العامة هذا ما قمنا به في بالنسبة للهيئات عملنا القانون الحكيمة مشتركة للهيئة دستورية عملنا قانون هيئة مقامة فساد وعننا قانون الحق لإنسان وقانون ليكاء موجودين اليوم في المجلس يتناقشوا في البرلمان وبالنسبة لإطار الحياة العامة نعم على قانون جديد للسماعي البصري وقانون جديد للصحافة والنشر وهذا اللي قاعدين نحن فيه بالنسبة الليكاء اليوم نهار الخميس إن شاء الله بيش تكون أول جلسة معلش الحق والحريات لمنقشة القانون جديد للهيئة تعديل القطاع السماعي البصري لحي عملناه بسيفة تشارو قيم على الهيئات والنقابات والهيئات المهنية المثلة للمهنة لكن الآيكاء يقولوا أنكم أنتم تعملوا في أشياء تعالوا فيها لا مستحق إحنا إلا ما جلنا الحكومة هذه كان فما قانون معدس معناها مسبقا وكان تقريبا في آخر ما راحل وإحنا نعمل لسفة تشاروكية وخاطر كان فما رفض الليكاء والمهنة فتقريبا عطرنا عام كامر وعملنا لجان مشترك وسيد الرئيس لايكاء أحضر معنا في المجلس الوزاري ونعتقد أنه مكننا الهيئة من أكثر صلاحيات من الموجود في المرسوم اليوم ولكذلك ما نجموش نقبله إلى مالة نهاية أنه معناها ما ناخذ التشاروكية هراو يعني ما يخطيش تنفع العيكاء الحالية ودي الأكاة جديدة أحنا القانون إذا يتناقش إن شاء الله اليوم الخميس في البرلمان بمجرد مناقشته وتصويت عليه في الجلسة العامة يتبدل الإجراءات لتركيز لهذه أجديد أنا أعتقد أنه من هنا الفيفر يتم من هنا الآخر فيفر إن شاء الله يتم مسلق القانون وبالطبع وقتها جيز فقط نحل أجل الترشح لهذه أجديد مزلتنا بعض الدقائق مرحبا ثم المشاريع كبير المشاريع وقتها جيز الحبيب السيد قد عندي 4 مشاريع سيد يوس الشهد قد عندي بكول مشاريع المشاريع ومشاريع 30 ألف كيلومتر المربع المشاريع في الجنوب وطوروت يعني دل وست يس المشاريع 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 في إيطاليا مثلا لو تستلع لدال سوري تخدم عنها 32 يعني من غرب من طورينو وحبتت تحت 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 المشاريع وحلت المشاريع كبير على دي انكلاضي الدرجيان كما سيانة أو بلود جاو حاجات كما هك وين من المشاريع نشوف وحنا رجز مولية يدشن بعض المشاريع في بعض جهات لك الدمول في الساحل في تونس لكن المال عاملو مول في تونس كبير شوف دليلين دو كريدي انترميشون واللي هما يعمل لذن خس كتول دباز بور دي انكل في رجيان كما سيليان كما جندوب كما غاسلين كما فوس كما غاف سا شوف أول حاجة ساعة لابد نقرر انه خلال السنوات اللي فات الكل معناه هذا معناه النمو متانا تراجع معناها كان ضعف اللي دار ما نزل تكون سات سات معناها المعبئة بالبيروغراطية واللي معناها تكون تطور على ذاك اليوم نحكي وعلى حتيك التنوان على ذاك اليوم عملنا البي بي بي على ذاك اليوم لابد ندفع انه البي بي 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 ولكن مش قاعد يترجم بالصفة اللازمة وذلك معناها فبارس كلا دي رزيس سانس حكومة الوحدة التنية رئيس لكم معنا الاسيست في كل معناها المجال السوزرية على هذا اليوم البروجات ستركتورة يكم اللي قاعدين يتقدموا فما القنطرة بتاع بن زارد فما المحطات دي سالما بتاع المياه فما لزيونيتي بتاع البروديكشن بتاع بتاع ذو تم تدشين معناها دي تخصام اللي زو تغوت في تونس ولكن صحيح اليوم لابد لكل نحاول نتعدي اللجرية الدرية وذلك رئيس الحكومة قال في تونس بالنية الاستثمار وتحويل معناها النية الاستثمار وحد راو في الحكومة منذ سبتابر 2016 معناها أول مشروع قانون قد مته الحكومة هذية المسنوع بالشعب هو قانون التواري الإقصاد للأسف لليوم معناها ما تمتش المسنوع في المجلس أشكر معطلو النواب يمنش ماليكم والله يباهم هو تأكيد معناها القانون هذية عليش أريس الحكومة قد عليش أول بروش عملنا خاطر قلنا اليوم راو باللرمداء معناها بتاع القوانين وبالكومبليكاسيان بتاعهم كذير راو منش قادرين نعمل النقلة اللي التوارس يستنوا فيها في وقت خريب كان ممكن كان أمورنا مريق لو ما عشناش السبعة سنوات وكذير ما يمسالش أما اليوم الفريق الإكسيبسيوني للأسف فذير مازل في المجلس ومتنبج بسيبسيات خالية باي مش نسلك بالكذكت بتاع كذير اللي اليوم معناها جزء كبير من عمل الحكومة ورئيس الحكومة هو أنه معناها التوجيه كل الجهد اللي قادرين معناها يغيروا حياة التوينس باي سؤال خير ولي قادرين يقدموا فيه الفين وستاش هالكلم بالإمكان أفضل مما كان ولا أنت بش نساميك بانجلوس وتقلنا توتي فور ميو دول ميو دمان بوصيب معناها ليس بالإمكان أفضل مما كان مما كان أكيد معناها الحكومة هذية رئيس الحكومة كي جاي في الفين وستاش صارح توانس بواقع وقال رؤوا لا بودة نخدم كل من بعض ورأي الحكومة وحدها مش قادر الحكومة لازمها الأحزاب والجامعيات والمجتمع المدني ولازمها التوانس التوانس اللي حتى حتى بشي بد البلادهم كان هما واللي توانس بده بلادهم رأوا موش ببوحة اسم ميش بطمتر علينا ذهب وفض رأوا لازم لنخدمه وراجع قيمة العمل وبعد هذية في الفين ومشاريع حاول أنا حاول لعملك في الاقتصاد في محاربة الفساد في كذلك التعافي المانية العومية وانه روما نجموش نعيش اكثر من من امكانياتنا في معناها المشاريع في دفع واليوم قولوا في 2018 وفي 2017 هذية مكننا منه انه نضعفوا نسبة النمو وانه الاقتصاد يرجع يتحرك في 2018 بش نظموا المانية العومية بش نعملوا معناها بش نقصوا في العجز بش تكون افضل ويعمل نسبة نمو بكذلك وانه انا اشخاته بلياذ يتوى السيابي سنة هيلة وعا تلع في ماتشوية خلق العادة وعندكم جمعات وعلا ان شاء الله اه حكومة يوسف الشهد ماش تلعب عن طياح لكن ماش تلعب عن دو بلاد حكومة حكومة يوسف الشهد مش لا مش الطياح ولا دو بلاد يعني المنتين مشكة مشكة انه البلاد اللي يدير فيها في ظرفها صعيب تكون افضل مهدي بن غربية شكرا جزيلا لك الى لقاء الاسبوع الجاي ان شاء الله